الحياة بالإضافة إلى ذلك نرصد لكم آخر توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم وخلال 24 ساعة القادمة طبعا مع الزميلة الجميلة المتألقة هنا أخوات ريا صباحك سعيد هنا صباحك أسعد ريضا وصباح الخير لكل مشاهدنا الكرام إذن بعد الأجواء الممطرة وكذلك الباردة التي خاصت أغلب المناطق الشمالية للوطن خلال الأيام القليلة الماضية استقرارتها في الوضعية الجوبية كان بداية من يوم الأمس الجمعة إذن كما نلاحظوا الأجواء ستكون مستقرة إلى غاية يوم الأثنين بحول الله وهذا على أغلب المناطق الشمالية للوطن خلال ظهيرة اليوم السبت كذلك يوم الغد الأحد أيضا نفس الأجواء تقص مشمس ومستقر وخلال يوم الأثنين يرتقب بيكون فيها قدوم أو تساقط بعض الأمطار المتفرقة فيما يخص الولايات الغربية ولن تتعدى كمية الأمطار حوالي العشرة مليمتر محلين على كل مينة لمسان سيدي بالعباس مع اسكر وهران ومستغانم وصولا إلى كذلك شلفت نسل البليدة المدية وحتى على البليدة إن شاء الله إذن رح يكون في تساقط بعض الأمطار المتفرقة لكن على الأموم الوضعية الجوية ستكون مشمسة في نفس الوقت ارتفاع في درجات الحرارة القصوى خاصة خلال نهار اليوم السبت 30 درجة بالنسبة للجزائر العاصمة بحول الله البليدة بومرداس تنس تيبازا كذلك 30 حتى 33 درجة وهران مستغانم كذلك ستكون الأجواء حارة حوالي 32 درجة بالنسبة لمعسكرة لمسان مغنية كذلك عين الدفلة الجلفة شلف وغليزان ستصل حتى 35 درجة بحول الله ارتفاع جد محسوس في درجات الحرارة القصوى اندفاع كتلة هوائية حارة من المناطق الجنوبية نحو شمال الوطن ضمن تيارات جنوبية غربية بالنسبة للولايات الشرقية كذلك ستكون يعني كما نلاحظه أغلب المناطق الشمالية تعرف أجواء حارة من جديد وبالنسبة للمناطق الجنوبية إذن حوالي 45 درجة كعلى مقياس بإن صالح إنقزام برج بجي مختار أدرار كذلك بالنسبة لباقي المناطق الجنوبية وتحديدا على إليسي جانات عين عميناس إذن سنسجل حتى ل37 درجة بشار تندوف 38 درجة إن شاء الله والوضعية الجنوبية بالنسبة للمناطق الشمالية ستكون مشمسة وكذلك على الولايات الجنوبية مع دائما تشكل خلايا رعدية منعزلة على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهجار والتسلي لكن بدون فعالية بالنسبة لغردايا زلفانة المنيعة كذلك الوادي ورق له حاسم سعود فستتراوح بحول الله ما بين 32 إلى 33 درجة خلال ظهيرة اليوم السبت وكذلك خلال الأيام القليلة المقبلة يرتقب أن تستمر هذه الوضعية الجنوبية الحارة إلى غاية يوم الاثنين على الأقل يوم التولدة بما أنه رح يكون فيه تساقط بعض الأمطار فرح يكون فيه تراجع شوية فيما يخص البلايات الغربية لكن ستكون في المعدل الفصلي درجات الحرارة على أغلب المناطق الشمالية وكذلك بالنسبة للولايات الجنوبية حالة البحر لنهار اليوم إذن سيكون قليل الاثتراب على أغلب السواحل الوطنية الرياح ستتراوح ما بين 30 حتى 40 كم في الساعة الرؤية متوسطة وعلو الموجة يتراوح ما بين أقل من المتر إلى المتر على طول الشريط الساحلي إذن مشاهدنا الكرام كانت هذه توقعات حوال الضخص المرتقب خلال الساعة القليلة المقبلة أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك ريدا شكرا جزيلا لك هناك خاطرية على هذه التفاصيل بخصوص مستجدات الوضعية الجوية لنهار اليوم